أكدت وزارة التخطيط العراقية أنها ستجري التعرض السكاني في شهر تشرين الثاني المقبل وقالت إنه يشمل جميع المدن العراقية بما فيها إقليم كردستان ويأتي هذا التأكيد بعد تخصيص الحكومة العراقية 300 مليار دينار لإجراء التعداد السكاني العام منها 38 مليار لإقليم كردستان بحسب جداول الموازنة وأوضحت وكيلة وزارة التخطيط أزهار الربيع خلال مؤتمر صحفي مع محافظ نينة وعبد القادر الدخيلة أن التعداد التنموي سيكون بعيدا عن اللون المذهبي والطائفية وبدوره أكد محافظ نينة وأن المحافظة جاهزة بجميع إمكانياتها وكواديرها لنجاح المهمة الوطنية الكبيرة في الاستعداد للتعداد العام للسكان والعمل على تذليل كل المتطلبات الخاصة بالتعداد العام وأوله التعداد للسكان التجريبية وبلغ تعداد سكان العراق العام الماضي وفقا لتقديرات عادتها وزارة التخطيط 43 مليون نسمة فحين كانت العاصمة بغداد الأكثر عددا وفقا للإسقطة السكانية المبنية على التقديرات السنوية بصراحة التعداد العام جرى قبل عشرات السنين ولا توجد لحد الآن بيانات في مختلف المحافظات ومنها نينوها ولكن كما يقال نبدأ متأخرين خيرا أن لا نبدأ مشكورة وزارة التخطيط التي عدت برنامج حكومي متكامل فنحن كحكومة محلية سنقدم كل الدعم اللوجستي الذي من أجله أن تكون محافظة نينوة متميزة لإنجاح هذا البرنامج الوطني المهم الذي سيكون انعكاساته على المستقبل وخلق تنمية حقيقية ترجمة نانسي قنقر